اهلا وسهلا فيكو اصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في قصة جديدة اليوم بدنا نشوف شغلي حلو كثير يا اخوان لفتت نظرنا حلوة مرتبة راح نشوفها مع بعض في مفاجأة حلوة لكن بدنا نفهم نفهم موضوع اللي هو موضوع المقابر وموضوع انهم بيجوا تحت الصفاة وموضوع انه اذا كانت الصفاة مثلا قديش بد يكون حجمها اذا كانت تحت الصفاة قديش بد يكون حجمها وكيف طريقة الدخول الها تمام ندخل على مقبرة مفتوحة من الاول ونشوف هيش في جواتها ونشوف ايش تشتغلوا عليه العارض لا فحصان بزغوطها على الشارع راح نشوف مع بعض اخوان كيف النزد عليها وكيف وضحها وشو هو الشغل تبعها نعم نشوف البوابة احنا هيك وهيك رايحة والفتحة هاي عم في مقبرة جوه الصفاة نسبة الصفاة تتجاوض معلش عدشان فيه هوا تمام حندخل لجوه شوي نسبة الصفاة لو بدو خشها اختراق الواحد هاي هي النسبة طلع من وين من هون هاي اول الصفاة بدو ظلوا نازلها اللي نزول هذا عشان تفتح معه لان هاي ممكن تكون يعني سابقا مبيني انه في قص من هون مثلا هاي القص مبين من هون القص 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 نزلوا فتحت معاهم راح نخش عليها جوه نشوفها من جوه ايش وضحها هاي طبعا للوهد الاولى هسا ما نخش جوه بسم الله الرحمن الرحيم نخش نشوف المقابر كيف كانت تيجي بالشكل اللي احنا شايفينه هسه حلوة كثير 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 حلوة يا اخوان طالع نحسب العدد القبور اللي موجودة عندي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداش اتنااش خمسة ستاشر قبر نحكي قاعدين على ستاشر قبر تمام القص الصخري متناسق يعني اللي اللي اشتغلها اشتغلها بطريقة متناسقة اشتغلها زي ما احنا شايفين هايو طريقة متناسقة مية بالمية مقبرة كبيرة هاي لما تنفح عصمهم فوق بتعطينا القياس اللي احنا كنا نحكي عنه كل مرة ماشي مثلا ستة في ستة بتعطينا القياس ثمانية في ثمانية على سبيل المثال لكن هو نفس القياس يعني تقريبا المدافن اغلبها نفس القياس طيح لو شفنا القبر نفسه راح نلاقي القبر الصغير مش كبير حتى ولا كبير هذا اللي هنا مثلا في قبور صغيري في قبور حسب تمام ممكن يكون الجثة موجودة جوه والجرين لهون واصلة ممكن وممكن كمان يعني يعني اي اشي ممكن في القبور مش بالضرورة انه يكون في تصفيت معين للقبر لكن هاي في الفحص اللي من فوق بتعطينا الفراغ مية بالمية لكن احنا على عمق قديش احنا على عمق خاصة تقريبا يعني على الارض هون احنا على عمق نحكي يا دين على بحدود يعني اذا حكينا ثلاثة فيها اربعة ونصف خمسة من سطح الارض او من الصفار الرئيسية يعني هذا قبر كامل شايفينه في تقريبا مترين لجوه مثلا عنا هذا القبر خلينا اضعي عليه ستاشا قوي ستاشا مهم جديد يا اخوان اضعي عليه مثلا مترين لا تقريبا كل نفس القياس كبير اه يعني منحكي قاعدين على مترين مترين وشوية مترين ونص اللي هي سعة القبر شايفينه كيف جاي من جوه نزبط الضو لا 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 خلص لا قوي بس شايفينها كيف جاي قبر كامل يا اخوان لكن داخل عالية ميه وداخل عالية طمام لانه مفتوحة فداخل طمام وداخل الميه وداخل الاخره لكن نفس الديزاين القبور كامل يعني منحكي على هذا مثلا ندخل جوال قبر هسه هذا هو القبر شايفينه هاي ممكن كان في مقتنايات شخصية موجودة معه هاي المقتنات الشخصية اللي هي بتكون عبارة عن عمال بتكون عبارة عن جرة صغيرة الى اخره هنا كانوا يدفنوا جثث ما كانوا يدفنوا اللي هي كان نحكي عنها اللي هي الجرار يعني في حضارات كانت تدفن جرة الجرة يحطوا فيها الرماد الرماد الميت ما كان فيها الفتحات هاي اللي احنا شايفينها يعني القبور هاي ما كانت موجودة ليش؟ تدخل على المغارة مغارة عادية لكن داخلها جرار فاضية فيها تراب اسود تمام فقط لا غير يعني راح يكون فيها تراب اسود ماشي هي عبارة عن القبر بس يكون بس فراغ نشوف هذا مثلا هذا كبير هذا مشغول كبير الان وضع الجثث ما كان كله في اه وقت واحد يعني كل واحد ان وضع هنا في وقت معين مش يعني خلينا نعتبرها مثلا زي مقبرة عائلية ماشي مقبرة العائلية كل واحد وضع فيها اله زمن معين اذا اه اتجهزت على اساسها اذا قعدت فترة زمنية طويلة وضحت يعني كانت مفتوحة لفترة زمنية طويلة قبل ما تسكر تسكير النهاي والتسكير النهاي اللي احنا قاعدين نحكي عنه اللي هو لما انتهت الحق بتبعتهم او لما انتهت وجودهم في المكان او الى اخرية تمام ماشيه اهو رقم عليها اهو اهو واحد داخرها هيي هون مكتوب الاخوة الاخوة التعمريين والربصر ايش ماشي تعامل هيي هون هيي هون هيي هون سيف ها هو بصر ايش تمام رحنا قاعدين بنحكي يا اخوان عن المقابر ماشي اه طبعا احنا حكينا في حلقة السابقة عن القص الصخري اللي باخدوه قاعدين من الصخور. من السنسلة الصخور. هذا هو هذا هو القص الصخري. شايفين هاي الصخرة? هاي صخرة مكسوسة قص عدة. شايفينها? هاي الشبايح اللي كانوا حطوها على القبور. تمام? اللي حكينا عنه. بقصوه من السنسلة نفسها. اللي انت بتشوفه بتفكره انه هو بيدل على اشي لكن هو فقط صخور. اتأخذت من منطقة معينة ونحطت لها منطقة معينة. تمام? قبور حلوة. يعني. هون التسكيرة يا هر. خليم نشوفه كيف التسكيرة بتبين. لا هاي تسكيرة جديدة مش قديمة. هاي تسكيرة بوابة جديدة مش قديمة. هاي جديدة. تمام? احنا طبعا يعني هاي المقبرة ماشية موجودة في المنطقة. لكن يعني لو نطلع من فوق ما في اي دلالة بالدل لانه وجود تراب ووجود مش عارف ايش. تمام? شوف هلكي لقينا في ايشي. مبني بونا. وجود التراب وجود اتربية وجود العسطح فمش مش عارفين ايش فيه. عشارة الها. مش مبينة معانا. لكن نظامها حلو. يعني. هذا النظام اللي حكينا عنه هو نظام الجثث مش نظام. الله مصادس محمد اللي هو الجرار. الدفن داخل الجرار. الدفن داخل الجرار ما بيكون الخنات هاي موجودة. بتكون جرار 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 وين ما تلاقي جرار. بتطلع لك عشرين ثلاثين جرة. كلهم فيهن تراب. تمام? ممكن تطلع لك جرة واحدة فيها. خليني نحكي عملة. لكن اكثر من هيك ما في. تمام? تسكيرة هي. اه شوية? هاي تسكيرة. نحن. هاي تسكيرة. نطينها. تسكيرة تسكيرة البوابة لكن فتحت. تمام? بوابتها هي. بوابتها مش بوابة زي ما انتم بتفكر باب وفتح وسكر وقيم يحط. لا بوابة عادية. تمام? اه صفاة. هاي الصفاة اللي احنا بنحكي عنها. اللي من فوق بتكون نبين صفاة لكن لما تنزل لها اختراق بتنزل من نقطة معينة. ماشي. وعالفحص بتبين انه فيها معدن او فيها فراغ او الاخرية. مليان زي ها. لكن طريقة شغلها. احنا الفكرة انه يكون فيها او ما فيها. يعني ممكن هاي المقبرة كاملة. ستعشر قبر موجودات. ما بكونش فيهم اوقية اخوان. ماشي? ما تفكروا انه الدفاين يعني مقبرة زي هاي تنزل عليها تلاقي فيها اكوام. تلاقي لك فيها طن ذهب. لا يا اخوان. كلها بجزمة لمنها اوقية. اه بس اذكرهم برضو بنسبة للزنجار. زنجار? هذا مش زنجار. هذا مش زنجار. ممكن يسألوكم انه هذا طب فيه زنجار. لا لا هاي مش زنجار اخوان. هاي رطوبة. هاي اللي شايفين هاي الاخضار هاي لو ما مفتحت كان ما فيها الالوان هاي. تمام. لكن طرعوا كيف عاملينها هنا القص هذا. على 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 خط واحد. القص من هناك على خط واحد القص من هنا خط واحد. ما تعوب عليها يعني. هاي قعدة سنين يتعبوا عليها ويحفروا فيها ويضبطوها بالشكل هذا اللي احنا شايفينه. تمام وهلا حكينا عنه اللي بدك تحسب الفراغ. بكون عندك مغارة مفتوحة. هاي اثنين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. يعني تقريبا ستة في خمسة. ستة في خمسة. مقبرة روعة. حلوة. اه استكشاف هذا. يعني تطلع بتستكشف انت لحالك. بتشوف الشغلات هاي بتتعلم منها. تمام. شغل حلوة. ايه شبعدة. هلأ هون. اه. هذا. الصفة تاعة اللي. خرجي. اه. هلأ هاد. فين الحكمة. لا هذا حور. حور يا رب. اه حور. ايوه. ايوه. نصلي بحكمة. هذا حور. 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 ايوه حور. صحيح. عشان بطلع معه حور اصفر زي هيك. يكون عارف حاله عليش داخل. تمام. عشان يعرف شو الحور. بس سبحانا اللي بطلع لناش رصد فيه. ايوه الرصد وين الرصد. مع غير ما بطلع فيه رصد. احنا بطلع لناش رصد. عارش ليش. تمام يعني دخلنا ولا قلنا اه ولعت ولا حرقة. سلاح راحيم هلأ سميت. سلاح راحيم. هس سمى. هاهاها. كان ناس يسمعوا داخل. هاهاهاها. 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 خمس وثمانين. لكن حلوة والله هي. قبور طلاقير. بس قبور 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 قبور. مترين مترين ونص. تمام. يعني ملعوب فيها هي. كثير ملعوب فيها. ملعوب فيها ما ملعوب فيها ما محفرة. محفرة بكون معهم جهاز خف وشغالين. وين ما بطنطن بيكسر. ها. لا ما توقعش تكنزية هي عبارة عن مدفن. ماشي. وهي هي المدافن احنا بنحكي عنها. مدفن. عائلي. مدفن عائلة مدفن ممكن مدفن قبيلة. الاخر هي لكن روعة ولا احلى. ولا اجمل. انتظرونا في حلقات جديدة. في شغل جديد معكم. يهاب الحراني وابو عدي. لا تنسوا انه تحطوا الليكاتها. لا تحطوا الليكات. احنا بنحط لكم الليكات. احنا بنحط الليكات. حبيبنا ابو عدي. كان معكم ابو عدي ويهاب الحراني في مغامرة جديدة وفي حلقة جديدة وفي قصة جديدة. مشكرك على المتابعة لا تحطوا الليكات.